إذاعة دمشق تقدم من الحياة سميرة أبعد كل السنوات التي عشناها مان أكاد لا أصدق أنا أيضا لا أصدق نفسي كنت أفكر منذ زمن بأن أقوم بهذه الخطوة لكنني لم أجرأ ماذا جرى الآن؟ هل أسأنا إليك؟ ألم تشعر مذجئتنا أنك جزء من عائلتنا؟ ألم يكن أبو حسان أبا لك؟ وأنا أما لك؟ ألم يكن حسان أخاكي؟ وهند أختكي؟ ما الذي جرى؟ خال أم حسان أرجوكي أعذريني وافهميني لا يا سميرة لا أستطيع أن أعذرك وأنا بلا شك لا أفهمك هكذا يأتي قرارك مفاجئا وغير متوقع لكنني مصرة عليه ولن أتراجع ألم تفكري بنا؟ ألم تتخيلي كيف سيكون حالنا بعد رحيلة؟ يمكنكم أن تسألوا المكتب المختص لديهم خادمات كثيرات لكنك لم تكن يوما خادمة عندنا كيف لا؟ منذ اليوم الأول الذي جاءت فيه أمي ورمتني عندكم وذهبت منذ ذاك اليوم حتى اليوم أنا خادمة أقوم بكل الأعمال ألم أساعدك في كل الأعمال؟ ساعدتني إلى أن علمتني وبعد ذلك أصبحت المسؤولة عن كل شيء في هذا البيت بما في ذلك تربية الأطفال كنت ولا تزالين جزءا مننا فردا من عائلتنا لا أنكر ذلك أبدا كيف ستواجهين الأولاد عندما يعلمان أنك تتخلين عنهم وتترك كل شيء وتذهبين موقف صعب للغاية لكن لابد من أن أقف لن أتراجع صدقيني لا أدري ما أقول يصعب علي أن أصدق ويصعب علي أن أودعك من مكتبة الإذاعة السميرة سميرة يا ابنتي هل أزعجك أحد مننا؟ هل تتضايقين من شيء معين؟ لا عمي بالعكس أنا أحبكم وأقدر اهتمامكم بي لكن لكن أريد أن أغير حياتي أريد أن أجرب حياة أخرى من يستغني عن حياة الأمان والحب ويطلب حياة أخرى سميرة يا ابنتي اسمعي جيدا أنا مزدخلت بيتنا وأصبحت من أفراد عائلتي أعتبر نفسي مسؤولا عنك وكما تعلمين أم حسان وعدت أمك بأن تكون بيننا ابنة لنا لذا لن أسمح لك بتركنا والابتعاد عننا إلا بعد أن تخبريني عن ما في رأسك وإلى أين ستذهبين عمي أصبحت كبيرة عاقلة راشدة ويحق لي أن أتمتع بحريتي ومن منعك عن أن تتمتع بحريتك أنا لا أمنعك من تركنا بل أصر على أن أعرف إلى أين تذهبين هذا جزء من مسؤولية نحوك ابنة عمي جهينة تريدني أن أسكن معها وقد وعدتني بأن تجد لي عملا في المعمل الذي تعمل فيه عجبا هل السكن مع ابنة عمك جهينة أفضل من السكن معنا؟ لا عمي أنا لم أقل هذا وهل العملك عاملة في معمل أفضل من العمل في بيتنا مع خالتك أم حسان؟ لا عمي أنا لم أقل هذا وكيف تريدينني أن أفهمك؟ عمي أرجوك أقبل يديك أشعر بضيق شديد وأود أن أنطلق وغير صورة حياتي لا بأس انطلقي وغيري صورة حياتك على أن تعيديني لأن تعود إلينا ساعة تشائين هذا بيتك يا سمير وسيبقى بيتك وكيف تتركانها تذهب؟ هي مسكينة ضعيفة وستضيع في مجتمع مخيف لا تبالغي يا هند تفقت وأبوكما على أن نسمح لها بالذهاب هي ستكون مع ابنة عمها التي تعمل في معمل هنا في المدينة وستجد لها عملا معها المشكلة أنها لا تعرف العالم الذي نعيش فيه لا خبرة لها ولا تجربة ما دامت مع ابنة عمها فلا شك ستتعلم منها كنت أود أن أرها قبل أن تذهب فربما استطعت إثناءها عن قرارها لم تشأ أن توديعكما فالوداع بالنسبة لها أمر لا يحتمل هي لا تزال تذكر ساعة وداعها لأمها عندما دفعتها إلينا أنتم قلقان من أجلها وهذا شعور نبيل لكن كان لابد من أن نوافق لندعها تنفذ ما برأسها لا أعتقد أنها تنفذ ما برأسها بقدر ما هي تنفذ ما برأس ابنة عمها فليكن أكدت عليها أن هذا البيت يبقى بيتها وأنها تستطيع العودة متى أرادت وماذا عن عملها هنا؟ من سيقوم بعملها؟ كل منا يحاول أن يعتمد على نفسه ويقوم بعمله إلى متى أمي؟ نحن مشغولان وأبي أيضاً سأحاول أن ألجأ إلى مكتب العمل علنا نجد ما يناسب في الحقيقة ذهب سميرة خسارة كبيرة ستعود صدقوني ستعود لقد اعتادت على عيشنا ولن تجد أفضل منه وأين تقيم ابنة عمها؟ تقول إنها تقيم في المعمل الذي تعمل فيه والآن هيا كل يقوم بعمله دون تأخير سميرة لن تندفع نحوكما لتلبي طلباتكما ولن تجيبكما إذا ما نديتما باسمها لا هذا وضع لا يطاق هند نحن لم نبدأ بعد هيا إلى عملك وأنت يا أستاذ حسان أنا قد بدأت عملي فعلاً أبحث عن عن أنا سعيدة بوجودك معي سميرة شكراً لكن وعدتني بإيجاد عمل لي أنا لن أبقى عالة عليك يا حبيبتي يا سميرة لن تكون عالة علي أبداً ويكفي أنك تخلصت من ذاك الكابوس الذي كنت تعيشين فيه لا يا جهينة يا ابنة عمي معيشتي طوال السنوات مع تلك العائلة الكريمة لم يكن كابوساً بالعكس كنت أشعر دائماً بأنني فرد من العائلة آه يا سميرة يا طيبة يا مسكينة كنت تعملين خادمة لديهم كنت تخدمينهم وماذا في ذلك؟ الخالة أم حسان علمتني كل شيء من كنس الأرض إلى طبخ أكبر الطبخات لا أحد كان يعاملني كخادمة ألم يكن كل منهم معتمداً عليك في كل شيء؟ يا سميرة هاتي يا سميرة خذي يا سميرة أين قميصي يا سميرة أين حدائي يا سميرة يا سميرة وكنت سعيدة بمساعدتهم وتقديم العون لهم لكل فرد في العائلة عمله الأب يذهب إلى عمله ويغيب طوال النهار والأم تهيئ اللباس من كي وغيره لابنها حسان وابنتها هند وحسان يذهب إلى عمله وهند تذهب إلى جامعتها وأنت يا مسكينة تقضينا حوائج الجميع وبكل سرور لما تركتهم إذن؟ لأنك كنت تلحين علي أن أفعل وتمننينني بكان وما كان كنت ولا أزال أريد الخير لك يجب أن تخرجي من ذاك البيت الذي كان سجنا بالنسبة لك يجب أن تري العالم أن تعيشي كما تشاءين لا كما يشاءون من مكتبة الإذاعة السورية كأني أراك نادمة على ما فعلت لا أبدا أنا مقتنعة بما فعلت لأن علي وقد أصبحت في هذا العمر علي أن أرى العالم وأواجه الناس وأعيش بينهم وهذا ما قصدته لو بقيت مع تلك العائلة مئة سنة ستبقينا كما أنت فتاة مسكينة مهمتها أن تخدمهم جهينا فلنقفل هذا الموضوع ما رأيك؟ حسنا بكل سرور حدثيني عن عملي متى سأبدأ العمل؟ عليك أن تصبري فهناك رئيس القسم الذي أعمل فيه ثم رئيس الأقسام ثم معاون صاحب المعمل ثم صاحب المعمل كل هؤلاء عليهم أن يقبلوا عملك في المعمل وإلا وإلا ماذا؟ هل هناك احتمال بأن يرفضوا قبولي؟ لا يا سميرة لا يا صديقتي وعزيزتي لن يرفضوا وإذا رفضوا؟ هناك أعمال أخرى كثيرة المهم أن يكون العمل مناسبا سيكون مناسبا وستجدين حياتك الجديدة تستحق أن تتركي من أجلها الطيبين فعلا إنهم طيبون هل أعجبتك هذه الغرفة؟ صغيرة ولكنها تكفينا أنت تنامين هنا وأنا أنام هنا جيد وشكرا لك وسأقاسمك أجرتها بعد أن أجد عملا أنا لا أدفع أجر هذه الغرفة ملحقة بالمعمل وقد قدموها لي مقابل أن أستيقظ مبكرة لأفتح الأبواب قبل أن نبدأ العمل جيد أنت تستحقين كل خير يا جهينة بقيت نقطة واحدة أرجو أن لا تحاول البحث فيها أو طرح الأسئلة عنها قد يزورني زائر فأطلب منك أن تترك الغرفة ريث ما يغادر لا لا تسألي شيئاً حسناً ولكن أين أذهب؟ هناك شرفة وفيها كرسي تذهبين وتجلسين عليها هذا إذا كنت لا تريدين الخروج إلى أي مكان تشائل ولكن أرجوك سميرة لا تسألي أي سؤال الموضوع شخصي وحساس وأنا فهمت فهمت لن أسأل هذا هاني جاء الليلة مبكراً أنا آسفة سميرة خذي معك معطفك فالبرد في الخارج قارس حسناً حسناً أهلاً هاني مساء الخير آه هذه صديقتك التي تودين تشغيلها معنا؟ نعم نعم مع السلامة سميرة لا 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 إلى أين؟ المرد قارس في الخارج لا تخرجي ابقي معنا هاني أريد أن أتعرف إليها جيداً قبل أن أشغلها مرحباً سميرة مرحباً اجلسي اجلسي تبقينا معنا ونتحدث معاً أليس كذلك جهينا؟ نعم نعم ابقي معنا سميرة حسناً خذي من يدي وضعي ما فيه على هذه الطاولة حاضر هاني حاضر آه ماذا كنت تعملين قبل ما جئك إلى هنا؟ كنت كنت أعيش مع عائلة فاضلة فاضلة؟ لماذا تركتها إذن؟ أردت أن أنطلق أن أعمل وأعيش حرة جيد جيد سميرة جهينا ما رأيك أي يصحبني غداً حمدي ونسهر نحن الأربع؟ لا تندفع بسرعة البنت دون تجربة ولماذا تجربة؟ نجلس ونتكلم ونضحك ونأكل ونشرب كل إنسان يمكن أن يسعد بهذا ما ترين سميرة؟ كما تشاء كما تشاء جهينا كما تشاء جيد منذ الغد تبدأين العمل تصحبين جهينا وفي المعمل نحدد نوع عملك هل أنت موافقة؟ موافقة طبعاً موافقة سميرة هل أنت موافقة؟ شكراً لك سيد هاني أنا موافقة هل أستطيع أن أترك كمال الآن وأخرج؟ تستطيعين سميرة حبيبتي كلك ذوق بإذنك سيد هاني إذنك معك تبدو سميرة طيبة للغاية سميرة مسكينة منذ صغرها اختارت أمها بعد موت أبيها أن تعيش في بيت قريبتها تخفيفاً عليها عناء الاعتناء بستة أفواه ومنذ ذاك الحين لزمت سميرة بيت الطيبين واهتمت بشؤون البيت والأولاد وما إلى ذلك خادمة عملت خادمة لديها تؤكد لي أنهم يعاملونها كفرد من العائلة وأنهم طيبون جداً لكنها بقيت لا تعرف شيئاً عن العالم خارج ذاك البيت يمكن القول إنها لا تزال طفلة مغمضة آه أين يا جوينة لكل المشاكل المهم أن تكون راضية عن زياراتي لك أنا لا أريد أن أكون ثقيلاً عليك لا أريد أن أفرد نفسي عليك لأنني رئيسك في العمل أنت تعلمين هذه الغرفة ومع وجودك الشيء الجميل في حياتي أنا عندما آتيكي أكون هارباً من البيت ومن حديث أم الأولاد الممل ومن ضجة الأولاد هنا أجد الأمان والهدوء والحنان هاني لا لزوم لأن تعيد هذا الحديث أنا سعيدة بك بل أجد في زياراتك مفترجاً لي أنا لم أعرف رجلاً قبلك وأنت بالنسبة لي دنيايا كلها آه يا جوينة ليتني لم أكن متسوجاً ولدي أربعة أولاد ماذا كنت ستفعل؟ تتزوج جوينة وتصبح جوينة زوجتك التي تمل من أحاديثها ويأتي الأولاد كي يحيل الهدوء والسكينة إلى ضججاً وفوضى لماذا أرتاح وأضحك عنه عندما أكون معك؟ هاني إذا أتيت بصديقك حمدي إلى هنا سيتغير الحال لن يبقى الهدوء الذي تنعم فيه الآن موجوداً أربعة غير سنين متفاهمين صحيح ما تقولين صحيح كل ما تقولينه صحيح أخشى يوماً أن تصبحي معلمتي في العمل بدل أن أكون معلمك موسيقى موسيقى أليس علينا أن نطمئن إلى وضع سميرة؟ يرى أبوك أن نتركها لخيارها وأن لا نسأل عنها في الفترة الأولى من ابتعادها عننا كي تجد نفسها وكيف ستجد نفسها؟ وهي لا تعرف من الدنيا إلا هذا البيت وخال أم حسان وعم أب حسان وحسان وهند هذا ما كنت أفكر فيه دائماً لم نحاول خلال وجودها معنا أن نطلقها خارج هذا البيت أكثر من مرة طلبت منها أن ترافقني عندما أذهب إلى السوق للتبضع وكانت ترفض ترفض لأنها تخاف من الخارج خارج البيت إذ لم تعتد عليه وعلى ما فيه لا بأس الآن ستعتاد تدريجياً أخشى ما أخشاه أن تتبع معها صديقتها أسلوبنا نفسه فلا تشاركها في نشاطاتها أنا أتوقع أنها ستعود إلينا لأنها لم تعتد على حياة غير حياتها هنا معنا ليتها تعود هل ستستغنينا عن سعاد التي باتت تعمل لدينا من مكتبة الإدارة السورية سعاد باتت تفهمنا ونفهمها لكن يا للإنسانية تعود الخادمة فما حاجتنا لخادمة أخرى لا لا إن عادت سميرة لن أستغني عن سعاد إن عادت سميرة فعلينا أن نخفف طلباتنا لها لكي نشعرها من جديد أنها فرد من العائلة وليست خادمة ما بالك تبتسم ابتسامتك الخبيثة وتلوح برأسك يا ولد لا شيء أنا أقول لك أمي هو غير مقتنع بأنك حقا ستعاملينها كفرد من العائلة ها قد جاء الزعيم لنرى رأيه في هذا الموضوع الدقيق مرحبا أهلا أهو اجتماع عائلي كان يمكنك أن تأخذ مكاني في غيابي أنا لا أصلح لهذا تفضل يا أبي كنا نتحدث عن سميرة واقترحت أن نحاول الاتمأنان عليها لكن الوالدة أخبرتنا بأنك لا تحبذ ذلك الآن اتصلت بصاحب المعمل الذي تعمل فيه سميرة وهو أحد معارفي منذ القديم وأوصيته بالاعتناء بها ومدعتها له ما بكم نتعلب منك يا أبا حسان كل معاني الرجولة والوفاء تلك لفتة كريمة منك أبي لكنني لم أفاجأ بها هي شيامك حفظت الله لنا آمين آمين ما به حسان؟ لم تعلق؟ أمي وأختي قالتا كل ما يقال وحضرتك أكبر من كل ما قالتا كم أنا سعيد بكم اللهم احفظ عائلتي وسدد خطوات ابني وابنتي يا رب آمين موسيقى ترجمة نانسي قنقر محمود يا محمود أمرك معلمي أطلب من المعلم هاني أن يأتي إلي حاضر معلم أوامرك معلم فتاة اسمها سميرة تعمل لدينا أهي في قسمك؟ نعم ما أحوالها؟ فتاة طيبة وخلوقة ونشيطة في عملها جيد جيد جاءتها توصية من أحد أصدقاء القدامة وما المطلوب؟ أن تعتني بها على أن لا تفرق في العمل بينها وبين زميلاتها وزملائها حاضر معلم موسيقى يدعوك إلى السينما؟ اذهب معه لم لا؟ هل سيأكلك؟ أنت تعريفينه أكثر مني لذا أسألك قطعا لن أذهب إلى السينما مع أي شاب يدعوني حبيبتي سميرة لو لم أكن واثقة منه ما وفقت؟ صدقيني هو صديق هاني وهاني يعرفه جيدا جاءت الموافقة إذن من جهينة جهينة بمثابة أختي وأنا أثق بها لكنني بلا مؤاخذة لا أعرفك جيدا كي أوافق مباشرة على استحابك إلى السينما سميرة أنا أتمنى أن تثق بي ولتعلمي أنني أهتم بأمرك وكأنني أعرفك من سنوات كيف تم هذا؟ سلي قلبك وهو يجيبك سميرة أنت عزيزة علي ومعرفتي بك زادتني سعادة وتفاؤلا المهم أن لا يعلم أحد في المعمل بما بيننا وماذا بيننا؟ زميل وزميلة صديق وصديقة تماما تماما لكن السنة السوء طويلة والأفضل أن نبتعد عنها لو لم تؤكد لي جوهينة أنك شاب طيب ولو لم ألمس بنفسي مدى طيبتك لما وافقت على الخروج معك ترجمة نانسي قنقر انتظريني هنا حتى أحصل على التذاكر من شباك التذاكر حسنا الحلو يريد الدخول إلى السينما؟ هل تدخلين معنا؟ البطاقة معنا هيا بنا لا تترددي فلن تجد هذه الفرصة ثانية هيا هيا كأنها خرصاء لا تتكلم أو أنها لا تسمع ما هذا؟ من أنتما؟ وما علاقتك أنت؟ يا لك من شاب وقه وأنت أيضا خذ الشرطي قادم لن تهرباه لن أدعكما تهرباني أيها الجبانان الرعددان نحن لم نفعل شيئا هل فعلنا شيئا؟ قللتما الأدب وأسأتما إليه أنا يكفي هذا من مكتبة الإذاعة السورية لما تضربه؟ لأنه ورفيقه تحرشا بخطيبتي ودعواني لدخولي معهما إلى السينما لا هذا غير صحيح أسكت هيا كلكم إلى المقفر عفوا لما نذهب نحن معك؟ تحرشا بخطيبتي فاستحقا ضربي هيا هيا جميعا إلى المقفر هيا تحرشا بخطيبتي لماذا تبكين؟ لم يحدث شيء يسيء إليك كيف لم يحدث؟ هذه أول مرة في حياتي أدخل فيها مخفر الشرطة كانوا مهذرين معك وصدقوا كلامك سميرة أرجوك لا تبكي سميرة أنا أنا لا أستطيع أن أراد موحك سميرة أنا 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 أحبك أنت تحبني؟ لم تعرفني جيدا بل أعرفك جيدا هل تحبينني؟ سميرة أرجوك لا تخجلي جوابك هام بالنسبة لي هل تحبينني؟ أحبك هل تتزوجينني؟ ما بكي ما بكي لا تجيبين؟ هل تتزوجينني؟ أتزوجك ها قد وصلنا سميرة نذهب غدا إلى السنة بدل الليلة مرحبا مرحبا حمدي ابنك في المستشفى مستشفى الأمل زوجتك اتصلت بي وأخبرتني لأنك لم ترد على هاتف يا إلهي يا إلهي سأذهب حالا هل هل حمدي متزوج؟ متزوج وله ثلاثة أولاد ألم يخبرك؟ لم يخبرني بل طلب مني الزواج وقال إنه يحبني حمدي فعل هذا؟ ربما هو يحبك لذا طلب الزواج ولكن أين سيعيش معك؟ وكيف سيترك زوجته وأولاده؟ يا لي من مغفلة يا لي من مغفلة 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 مرحبا سميرة صباح الخير أنا سأخذ الحليب منك سميرة سميرة ساعدت في الإخراج سناء حمود من الحياة تأليف وإخراج فاروق حيدر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر